أهلا وسهلا كل مشاهدين العزاء في كل مكان حلقة جديدة من حراس الفن وقلنا إن هي مؤانسة وحكايات وذكريات بعبق ورائحة التاريخ ونحن نستذكر هذه الفترة من الشقوص والذكريات وأيضا النصوص والإيقاعات التي كانت في تلك الفترة حراس الفن لحقيبة الفن أرحب بكم مجددا وكل الذين سينضمون إلينا اتباعا لمتابعة هذه الحلقة وأرحب بضيوفي داخل الأستوديو وأيضا الفرقة الموسيقية عوض أحمدان أهلا ومرحبا بك للحلقة الثانية في اجترار هذا التاريخ مرحب بك أستاذ السريين مع واحد من حراس الفن الذين حرصوا الفن يعني خلال فترة ويحرصوا الآن أو تحرصوا أجيال متعاقبة سعيد جدا من خلال هذه الإطلالة من الشاشة الزرغاء في حضرتك وحضرة الإخوة الحاضرين معاني يعني في الحلقة وترحيب كبير جدا بالفنانين أهلا وسهلا عوض وأيضا من الذين كانوا حريصين أيضا على حراسة هذا الفن بلونياته المختلف وأيضا الفنان الجميل الطيب مدسر أهلا يا الطيب مرحب بلك مرحب نسرين وتحية للمشاهدين وسعيد بوجود الرجل العلامة عوض أحمدان وأقدم تقدم طلال طلال الصديقة العزيز ابننا طلال حلفة يمتد أيضا ترحابي بالفنان أيضا للجميل طلال حلفة أهلا يا طلال أهلا بك نسرين وسعيد بالإطلال الجميلة في معياتكم معيات أستاذ عوض أحمداني وأستاذ الصديق الطيب مدسر إن شاء الله نقلضي مع بعض وكيد جميل إن شاء الله لابد من الترحيب أيضا عوض أحمودي اسماعيل عبد الجبار ومليجي وسعد الدين الطيب وقصاص وخليل أهلا بيكم مرحب مرة ثانية وهي ونسى ومؤانسة ومثاقفة حول حقيبة الفن من زاوية مختلفة وأيضا من قراءة مختلفة في دفتر هذه الحقيبة ونبدأ نوثق من خلال اللحن والإيقاع مع الطيب مدسر أهلا والطيب مرحبا مرحبا بك نسرين وابتدر اللقاء بي منفح طيب رياهو عندك معا زكريات وغنيت يعني من اللغنيات اللولة أنا ابتدت بها حياتي الفنية أهلا بيكم اشتركوا في القناة 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 كفاه وقفاه وقفاه ومن هاجرين كفاه وقفاه وقفاه ومن هاجرين شكراً جزيلاً الطيب والبسر وإذن ضيفي تبدت ملامحه في هذه الحلقة بكل هذه القسمات الجمالية أتى من الموردة من أمدرمان إلى عمق التاريخ وأتى بهذه الكلمات وبهذه النصوص وأصبح واحد من أعمدة فن الحقيبة السوداني الذي نوسط له في هذه الحلقات من حراس الفن نعود بعض الفاصل سهلاً بكم مرة ثانية حراس الفن في حضرة واحد من بوابات الفن وفن الحقيبة تحديداً صالي عبدالسيد أبو صلاح عندما نتحدث عنه يجب أن نفسه المجال لواحد من الخبراء الذين يعرفونه بحق عوض أحمدان أهلاً بك في هذه المحطة مرحباً بك الأسريين وحقيقة يعني دي حلقة لها خصوصيته لأن أبو صلاح في مجال الحقيبة برضوزول له خصوصيته من خلال إنتاجه الغزير ومن خلال أغنياته التي زاعد بين كل الأجيال وعنده أسلوبه وطريقة المعينة اللي إن شاء الله الناس حيتعرفوا عليها وهو أمدرمان يقوح زي ما قلت من الموردة والأغنية بالمناسبة قبل الحقيبة كان اسمها أغنية مدرمان تحورت لاحقاً إلى أغنية الحقيبة وين موقع أبو صلاح في الحقيبة بين شعراء الحقيبة؟ والله يبرد في الصفوف الأمامية أصلاً هم يتزاحموا على الأولوية مجموعهم من الشعراء اللي خلدوا هذا الفن بدأ سنة كم؟ هو طبعاً أولاً هو ولد 1890 وبدل طعم بالدوبيت كان ساعت في تلك الفترة وعمره 14 سنة واستمرت الرحلة من نجاح إلى نجاح حتى أصبح السيرة تتجر على كل اللسان من المصورة التوثيق إلى الإيقاع يا طلال؟ مفضل مفضل اختار شنو من أبو صلاح؟ الحقيقة أنا طبعاً يعني أبو صلاح من شعراء أو من أعمدة الأغنية الأم درمانية زي ما قالوا الصداع والحمداني وما في فنان ما أغنى أغنيات الحقيبة وأغنيات أبو صلاحة نجد فيها نفسي فيها جزالة الكلمات وفيها روعة المعاني أختار قسم ماذا دائماً بيخليكم تختاروا للحقيبة يعني؟ هو تقليد ولا بيأكد ذاتيتكم وإنسانيتكم؟ هو كله هو تقليد أول حاجة وأنه الأثنين الحقيبة زادة فيها ألحان وفيه كلمات أنت مطقر تتخطاه يعني لازم تتناولها لأنه فيها آداء صوتي يعني أو فيها بيظهر إمكانيات الفنان يمكن معروف بينه الفنانين كانوا بيجيزوا أصواتهم في الإزاعة بيقولون هذا الحقيبة لأنه فيها صعود وهبوط في الآداء يعني قصدنا في هذا البرنامج أنه يكون كل الفنانين الحيجوا في الحلقات هم عندهم علاقة بالذين نوصق لهم في هذه الحلقات تطريباً وتمجيداً أنا أختار في الحلقة دي قسم بي محيك البدل غنية معروفة طبعاً وأداها العملاق الراحل محمد وردي وإن شاء الله نقدر نقدم بطريقة تنارى الإعجاب وأيديال كثير أعجاب هناك روما طبعاً في الحلقات وردي اختارة يعني وكانه والدمة بلونيته صحيح صحيح دب خلينا بعدين نتكلم عن أبو صلاح أنه في الأجيال المختلفة تغنوا ليه صحيح تفضل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 حجب العدري عدري 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 المحين نور ليلة البدري المحين نور ليلة البدري عدري والصاب حجب العدري عدري 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 معك في داخل الخدري معك في داخل الخدري موسيقى عدري 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 موسيقى عدري العدري ن block صحetted jin عدري تدري المترجم للقناة 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 والقناة المترجم للقناة 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 اللسترانة الايحفة impeccة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة م Questo ليس كم cuales okay وكبرهم معك очень الخلوة. الخلوة كانت بمسابة يعني زي الجامعة. يعني درس القرآن علوم أخرى. وأي زول يعني درس في الخلوة دي انعكست هذه الدراسة في منتوجه الشعري أو الأدبي اللي قدمه. أبو صلاح قرى في الوعبورات لما مشى أسرة انتغلت إلى بحر وقرى في مدرسة الأمريكانة اللي هي ياد عرفت فيما بعد بوادي سيدنا وهكذا. كان عنده اهتمام بالشعر العربي. وده كان دايدا كل يعني أنا أذكر شعر محمد بشير عاتيك قال بنفسه يمكن حافظ أكثر من أربعة آل في بيت شعر عربي وغيرهم من كل الشعر. هو كان عنده اهتمام قرى ديوان بن الفارض ويقال إنه شطروا. وقرى لعبد الرحيمة البرعي اليمني. ولي غيرهم يعني وعمر ابن أبي ربيعة. كل دوابين الشعر اللي كانت موجودة آآ هو عكف على قراءاته. وأكيد يعني بلا منازع إنه هذه القراءات آآ انعكست في فيما كتب يعني. بجانب إنه هو كان صدفة طاح اللي يعني يعني من الناس آآ نحن سبغ إنه قلنا أصلا زول يعني المواهب ما فيه. يعني براهم المجتمع أو ما بيقدر يسائر الشيء الحاصل هنا. فشعراء الحقيبة ديال كانوا عبارة عن كتلة واحدة يعني بيتشاوروا ويتفاكروا ويعرضوا منتوجهم على بعض. حتى في الجوانب الغنائية يعني الأقوى الكرام ديال يعرفوا المسألة بتاعت الويرشة الفنية اللي كانت يعني بتقام لتجويد العمل. لغاية ما يطلع للناس بالصورة. فأبو صلاح ما كان بمعزل عن الساحة والبيدور فيها. كان قريب من زملائه شهركم الهم. وهمهم كل الارتغاء يعني بهذه المفردة. وهو كتب في كل الجوانب. أبو صلاح. ونحن زي متفقين إنه هو الغزيرة لإنتاج. كل الجوانب بتاعت الإبداع هو كتب فيه أو كان في ذلك من البارعين يعني. جميل. السؤال طيب مدسر وطلالة الاتنين. هل يمكن أي فنان آآ من الحقيبة ولحد الآن وحتى الجلد يتجاوز اغنية الحقيبة؟ إنه ما يغني. أنا ما يعني شوفي هذا الارث الجميل يعني 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 نفتكر إنه هو زي 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 الخلوة زي ما قال الأستاذ بالنسبة لأنه نحن كفناني ونفتكر إنه أي فنان يعني بدأ بداياته بأغنيات الحقيبة بدأ صح. من ناحية بتاعت المخارج إنها بتاعت التكتيك الأداعي من المسهل دي. فنفتكر إنه الحقيبة هي هي يعني يعني الحقيبة يعني أفتكر إنه أغنية الحقيبة وأغنية باقية وواصلة بالنسبة للمستمع وما فقدت بريقة يعني إطلاقا. أجيال قادمة ستتغنى بها أكيد. أطلال. أنا بأفتكر صعب صعب تجاوز مفردات زي مفردات الحقيبة يعني حتى لو إحنا في في الاجيال اللاحقة والشعراء والمغنين أنتجوا شعر. لكن أنا بأفتكر الخيال بتاع شعراء الحقيبة مختلف عن الآن. يمكن لتعليمهم صوفيتهم. تناول لمفرداتهم أنا بأفتكر مختلفة منا الآن. لذلك من الصعب هي فنان يقدر يتجاوز غنيات الحقيبة عشان يمشي عمل إنتاجه الخاص. لازم تمر على السلم ده. لازم تمر من الضرورة. لازم تشرب من النهر دعني شوية. نعم. ضروري نطلع. يعني بدون مقاطع ما كان في مجاملة. يعني لو المجتمع سمى شاعر من الشعراء. شاعر الفلان الظهر أو كتب. كان في لجنة. بيجيوا بيقعد بيختبروا. يعني خلي الفرح في كلية. ما شوليه ناس محمد مركز. محمد علي عثمان بدري بن عمه. وناس إبراهيم العبادي. وبيت غطى أجازه في نفس اللحظة. إنه خلاص شاعر. وكذا الحال بالنسبة لبقية يعني الشعراء. ما كان في مجاملة. بيدوهم من الحروف الصعبة جدا جدا. أيها نعم. تكتب عليها. والغريف في الموضوع إنه أغلبهم تجاوزوا هزي هزي الاختبار. ناسرين ده حتى في المديح. يعني يعني وسعد لما نسمع إنه في منطقة الشاعقية في الشاعر علي وتحليب في منطقة المقلب. إنه في شاعر. وده زمن الدولة الصنارية. فقام رسل البيت بس. الزول يسأل وين علي وتحليب. قال له التربال الفي الساقي اللي بيزرع داك بشمارته عراجيه وطوريته داك علي وتحليب. مش ليه سلم عليه. قد البيت بس قال لنا القصيدة اللي هي آآ آآ لشوق عليه طيبه نخيلا جج. آآ اغافى فيCK. جيم. نعم. وكمل القصيدة وزورتها والساع طوالة آآ 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 وخلاص ديقى آآ mesh عني ولوت حليب المعروف يعني. في حظة.來了 الابداء دا كان مسيطرا على الساحة في كل شيء. هم كانوا يستطيعون أن يحرسوا الجمال ويحرسهم هذا الفن الجميل في هذا السرد التاريخي البديع بعد الفاصل نواصل حراس الفن موسيقى 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 والله بنادك وجماله وعذك بهاك وعاله وعذك بهاك وعاله يحمل جماله وعذك بهاك وعاله وعذك بهاك وعاله وعذك بهاك وعاله شكرا جزيلا طلال شكرا طلال مرة تانية ويمكن أستاذ عوض من خلال الغنى ومن خلال الألحان بتديك مؤشرات للمجتمع اللي كان موجود فيه أبو صلاح والكان موجودين فيه الفنانين وملامح أخرى للمجتمع ومدرماني فيه وقت عياني ونعم هو مجتمع أنا بقول مجتمع مترابط وبعدين كان حتى يعني لما يصهر شاعر جديد المجتمع كله بيحتفي به يعني ما كانت حاجة عادية ما بتمر مرورها الكرام والكرام وهي ذول بيحتفي به حتى في مناسبات المجتمع ذاته بينزل الشاعر منزلته المفروض ينزل يعني أسي لو أخذنا مثلا كان وذا شاعر من سنتمنى إنكم مرة تأملوا حاجة عنه اللي هو الخليفة يوسف الحسن أبو العائلة أبو العائلة ده أولا هو شاعر غير إنه وطعا خليفة من خلفاء السيد علي المرغان المعروفين لكن هو شاعر وكان ليه علاقة بسيد عبدالعزيز وليه منتوجه الأدبي وليه يعني رسالته يقدمه من خلال هذا الأجناء الخليفة ده كان حتى قال لكم هجي ماشي في الشارع عنده فرجية كده بيلبسه والكريزة اللي بيعلقوا في اليد ده وكلنا وهكذا فهؤلاء الناس يعني احتفوا بالمجتمع والمجتمع يحتفوا بهم استقعوا على المجتمع وهم كانوا لسان لسان حالي بالذات لو جيت نظرتي أستاذ النسرين في غائمة الشعر الاجتماعي العام ولا شعر الحقيبة إذا صاحبه تزوج حتى يعني سرور لهم ممشى الحاج والدراضي كتب لك يعني كانت سيرة لذلك ذكرت بأن كانت سيرة المجتمع نعم الطيب مرة ثانية حلام بك طيب أعطف عليه يا ريم سلام نعم طيب أعطف عليه يا ريم كلابين المزلان قصرت رقيق عالي بقلبك أجراء موسيقى بحسن جداعي قليل سيلاعي واللجيب زمان دعب أحراق الجمع في الأهل والخلاء طيب أعطف عليه يا ريم بحسن جداعي قليل واللجيب زمان تابع أحراق يا راب في الأهل والخلاء طيب أعطف عليه يا ريم أن أعطف عليه سيلاعي أن أعطف عليه يا ريم يا ريم يا راب طيب أعطف عليه يا ريم يا ريم يا ريم موسيقى 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 غاية محفظ جديد الكفافة الملدان أعضب علي يا ريس سأعلم بشاق النيل وبداحي على التنهان في حافية محاسن جنات الملدان أعضب علي يا ريس أهدأ في الوزنان خسرك رقيق عيني قلبك حجر مهدان 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 شكرا جزيلا طيب مدسر وشكري يمتد في نهاية هذه الحلقة هي كانت مدخل ودخول التاريخ من بوابة أم درمان وبوابة أبو صلاح شكري وتقديري لأستاذ الباحث في تراث الحقيبة وفي التراث عوض أحمدان شكرا جزيلا لك شكرا لك نسرين الحقيقة ده جوزو ده قليل من كثير صحيح هو في مقام الوفاء فقط بعد التلاتينات أبو صلاح تفرق للجانب الصوفي وبدأ المديح ويمكن عنده القصيدة الشهيرة نبي الله نور الكون صلى الله عليه بعد ما كان وعد ما يكون ويمكن أخيرا الرددة كان سناي مدر معلم مصطفى الدكشين على الله يرحمه وزميله خلف الله وكذا واختلفة فيها حقيقة وبختيب بقول أنه يعني كل شيء على الحقيبة ده كان استنادهم على الجانب الديني مستمد والصوفي من الغراء والكلام ده يعني أخونا الججر نحن 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 نعمل له كتاب كامل صحيح وغنية مدرمان ووغنية اليمان عامل مغارنات له التحية والاختباس والحصل في الجانب ده والأغانية الحبيبة في أغنية الحقيبة وهكذا وكثير من الناس كتبوا في هذا والتحية لأسرة أبو صلاح الممتدة أيضا فنا وشعرا شكرا جزيلا أسر طيب مدسر شكرا جزيلا طلال حلفة وشكرا عوضة حمودي اسماعيل عبدالجبار ومليجي وسعد الدين الطي وشكرا قصاص شكرا خليل مرة ثانية شكرا لكل سادر مشاهدين التابعونا في هذه الحلقة هي كانت محاولة أيضا مرة أخرى لاكتشاف الجمال في حقيبة الفن من خلال حراس الفن وأغنية ختامية مع طلال وطيب تفضلكم موسيقى 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 موسيقى